أحبط أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران العدو في جبهتي المجح وهيلان غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع مجموعة من الميليشيا كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة مؤكدا أن الأبطال حاصروا العناصر المتسللة واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأسفرت عن قتلى وجرحة في صفوف العدو وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مصادر نيران الميليشيا الحوثية في جبهتي المجح وهيلان وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحة في صفوف العدو كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في جبهات القتال غرب مأرب وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات ترجمة نانسي قنقر